طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلزام إسرائيل بإنهاء حالة الحصار والتوقف عن استخدام زلاح التجويع في عقاب أبناء قطاع غزة وفي كلمته خلال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة شدد الرئيس السيسي على ضرورة إلزام إسرائيل بإزالة كافة العراقيلة أمام النفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من كافة المعابر إلزام إسرائيل بإنهاء حالة الحصار والتوقف عن استخدام سلاح التجويع في عقاب أبناء القطاع وإلزامها بإزالة كافة العراقيل أمام النفاذ الفوري والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من كافة المعابر وتأمين الظروف اللازمة لتسليم وتوزيع هذه المساعدات إلى أبناء القطاع في مختلف مناطقهم والانسحاب من مدينة رفح